ازايكم عاملين ايه رعبكم بخير برج السرطان هنتكلم على تواقعات النص التاني لشهر مارس العام 2022 مبدأ ايام برج السرطان احنا عندنا هيكون الوضع المهني رائع جدا ومتميز كتير وهيكون فيه عروض متميزة فيه انتقالات فيه سفر فيه انتقال من مكانة لمكانة اخرى يعني فيه ترقية بالنسبة لك منصب افضل فيه ان ممكن يكون عندك فيه سفر فيه حاجة متعلقة مثلا لو انت بتشغل في حاجة ليه علاقة مثلا بامور تجارية خارجية هيكون فيها مكسب كتير قوي ليكم برج السرطان بالنسبة بقى ليه الامور الغير شوية من وضع المهني انت خلال الاول خمس ايام من النص التاني هيبقوا حلوين كتير بالنسبة لك ويبقوا رائعين جدا جدا انت شخص ملك الروحانية قوي يعني عندك كتير احساسك بيكون مسبوك بالاحداث فاذا حاول كتير تصدق احساسك وافهم معنى الاحلام بالنسبة لك ومعنى الاحساس بالنسبة لك لانه ليه علاقة بدلائل واشارات مهمة جدا سواء خطأ او خطط انت ممكن تخطوها او خطوات انت ممكن تتراجع عنها فلازم تبقى واخد بالك كتير النقطة التانية انت خلال الفترة دي هيكون فيه كتير من الاتفاقات سواء اتفاقات عاطفية او اتفاقات على بعض الامور او القرارات او ان انت بتوعد حد وعد معين او ان انت بتعمل دين عليك يعني بتعمل حاجة ليه علاقة زي دين عليك موضوع بقى دين عليك او امر مالي كدين عليك فاذا لازم ان انت هتخلي بالك كويس اوي خاصة من بعد يوم عشرين كمان النقطة التانية الوقت الذي لا يسمح باي عقود او مشتريات او مكتنيات او بيع او شراء فيه خلال من بعد يوم عشرين الفترة اللي هو اخر عشر ايام لازم تبقى واخد بالك كويس اوي في الاطار المهني الامور الخاصة بالعقود يمكن تكون لذيذة بس مع ان اشخاص يبقوا معاك فاهمين كويس اوي انت الدنيا ايه يعني ما تنضيش على حاجة مثلا ايه لا ما بقى فيه حد قانوني تقدر ان انت تفهم الدنيا مش ازاي او تفهم او شخص يبقى عنده زخبرة في الامور اللي انت مثلا بتمضي عليها او بتشغال فيها ده لو فيه الاطار المهني غير كده غير كده مثلا حاجات تعاملات شخصية لازم تكون حذر جدا عندك كتير من قرارات مهمة جدا 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 خلال النص التانية وخلال النص التاني كمان بتكتشف ان انك اخطأت في حق احد هتكتشف ان انت تبدأ تقول يا ريتني ما كنت اتخذت القرار ده هيبقى عندك حالة من الندم او حالة من فكرة تقنيب الضمير على فعل او تصرف انت اتخذته اتجاه شخص ما ودي حاجة هتبقى بتتعبك جدا او بدايقك كتير صراحة يا برج السرطان برج السرطان كمان بالنسبة لك الاجواء اللي اقدر اقولك انها هيبقى فيها كتير من قلينا نتكلم الاول على الوضع الايجابي الوضع المهني لانه اليجابي ما بدقي ايه ان الت الوضع المهني عندك كتير من الحركة المهنية وفيه كتير ازدهار فيه كتير تقدم فيه كتير هيبقى اخبار صارة في الشأن المهني جدا لان انت عايز تنجح بسرعة عايز تطور عايز ان انت يبقى عندك فكرة انه surge مميزة يعني لان انت عندك طاقة كتير مهنية انك عايز تتقدم وتصل الى كتير من الاشياء السارة ومثلا الناس اللي بتسأل على موضوع السفر لا فيه سفر موجودة عند برج السرطان فيه تعاملات اجنبية بتكون نكحة جدا فيه كتير قادر اقول ان الوضع المهني عند برج السرطان ما اروع كمان هيبقى فيه اتفاقات فيه بدايات فيه تقدم فيه امور جيدة كتير في الامور المهنية بس انت هتخلي بالك من ان انت تبقى محتاج شخص يبقى معاك يبقى بيعرف الدنيا ماشية ازاي ايه الصح ايه الغلط ايه الشروط الموجودة عليك يعني حد يبقى معاك في الامور اللي هتخلي بالك منه العقود زي ما قلتلك والعقود الملفات البيع الشراء خاصة في امورك الحياتية في امورك الحياتية العقود والامور اللي زي كده في الوضع المهني بتبقى نكحة بس يبقى حد معاك برج السرطان الوضع المالي زي ما قلتلك ان انت عندك الوضع البيع والشراء هتعمل ايه فيه لكن الوضع المالي انت فيه ميراز جايلك فيه هبة من الاهل جايلك فيه دخل مالي قادم من الاهل فيه دخل جايلك من امر يخص شأن قانوني او شأن قضائي شأن قانوني او شأن قضائي فعندك النقطة دي كتير موجودة برج السرطان الوضع اللي علاقة به العاطفة الامور العاطفية مبدئيا انت عندك كتير من انك بتسعى لمحاولات خاصة بيه ان يبقى فيه ارتباط فيه مشاعر يبقى فيه ان انا احسن العلاقة اني انا اشتغل على نفسي اكتر انت مهتم بنفسك اكتر ومهتم بالعلاقة كتير مهتم ان انت اعمل ايه عشان العلاقة طبق افضل اعمل ايه عشان اخليها جيدة عندك ده عندك فكرة ان انا عايز اطور من شكل اطور من نفسي اطور من مظهري اطور مش عارف من ايه عندك ده جدا شغال كتير ليه محاولة لارضاء العلاقة مش ارضاء الشخص نفسه بالمعنى ان انت لا انت بتحافظ على العلاقة العاطفية وده اغلب برج السرطان اللي بيقوم بيه في النقطة دي انت بتحاول ليبقى فيه استقرار عائلي اكتر فيه موليد عندك او فيه حاجة تخص الاولاد بمعنى ان ممكن عندك موليد مفهومة لكن الاولاد ممكن يكون زواج ليهم خبر نجاح ليهم شيء صار ليهم فيه انتصار في حاجة معينة بتفرح باولادك عندهم فرحة بتفرح او بتفرح بيهم جدا من الفرحة دي فده الاطار العاطفي في النقطة دي الناس اللي هم مش مرتبطين اللي مش مرتبط بالنسبة لك انت عندك كتير من الجاذبية الموجودة وفيه اشخاص كتير عايزين ان هم اقربوا منك بس خلي بالك من فكرة شوية تهور كده بمعنى ان انت طريقتك بتتغير بمعنى ان انت ممكن تكون بتتعامل مع شخص بطريقة في يوم تيجي تاني يوم على حسب الموت بتاعك اتغيرت الطريقة فتبدأ ان انت تبقى تقيل معي فهو يبدأ يشيل فانت لو عايز ان انت تقرب من شخص معين فكر كويس اوي في طريقتك وتعاملاتك وانك ما تبقاش متغير بشخصيتك لا خليك ان انت تتعامل ببساطتك بشخصيتك الحقيقية برج السرطان طيب دي نقطة كتير مهمة طيب في حاجة تانية لان ديها اللي هتضايقك صراحة برج السرطان لو انت الحبيب بالنسبة لك برج من الابراج النارية زي برج الاسد برج الحمل برج القوس هيبقى بالنسبة لك عندك نوع من انواع ضغوط هيبقى عندك فيه ان انت مش حابب التعامل شوية تحس ان انت مضغوط في بعض الخلافات الموجودة المؤسر عليك بشكل كتير قوي لانك برضو برغم كل ده بتحاول تتأقلم مع الموقف وبتحاول ان انت تخلي عارف فكرة انت متمسك بالعلاقة عشان خاطر ما تقزيش مثلا اولاد او البيت او العلاقة دي ويبقى فيها مشاكل كبيرة بتحاول تلمي الدنيا في الامور العاطفية وده التاقة المسيطرة في الوضع العاطفي على برج السرطان خلال الفترة دي جدا برج السرطان الامور العائلية برضو لان فيه خلافات عائلية عاطفية او فيه انك انت متدايق من حد من الاهل بتدخله في العلاقة العاطفية او متدايق من الحبيب بسبب تدخله في اطار عائلي فيه عندك لغبطة اصلا في الاطار ده جدا ودي من الحاجات اللي مدايقات كتير وانت مش حاببها وعايز تعلق عليها او تنقضها ولكن في نفس الوقت لما بتيجي تبدأ انتقاط في هذا الامر بتلمي الدنيا تاني عشان تبتعد عن اصارة المشاكل فده برضو فعلا موجودة عند برج السرطان كتير للناس اللي مش مرتبطين فيه بداية انت فيه جاذبية وفيه اشخاص هيبقوا عايزين انهم يقربوا منك طب هيقربوا منك لا هتبقى كلها معظمها بدايات معظمها بدايات فيه حد ممكن يبقى بيحاول يقرب منك بس ممكن تكون الشخصية دي متسلطة عليك بزيادة فاتلاقي نفسك انك مش حابب تكمل في العلاقة دي ده من البدايات طب بالنسبة للمنفصلين انت عندك رجوع في علاقة قديمة بس خلي بالك كويس قوي لان ممكن يكون الرجوع ده يعمل مشكلة خاصة لو انت مرتبط يعني كقضية طرف تالت خلي بالكم كتير من اي طرف تالت لان ده ممكن يعملكم مشاكل كبيرة جدا يا برج السرطان الوضع العائلي بس عشان عايز اقول فيه نقطة كتير مهمة احذر كتير من ان انت تعمل خلافات عائلية لان انت هترجع تحتاج حد من الاهل جدا بمعنى انك ممكن تكون في حد انت تبقى بتنتقده او حد تبقى شايفه بشكل سلبي ومرة واحدة تلاقي نفسك انك انت محتاجه خلي بالك كتير لان انت عندك سوق فهمة اساسا خلال الفترة دي يعني ممكن تفهم اللي قدامك بشكل مش صحيح فتبدأ ان انت تكون بتنقضه او انك انت الفترة اللي فاتت فيه انت حد بشكل غير صحيح وانت قطه وهتكون الفترة دي بتحاول انك ترجع ليه خلي بالك عشان ما تبقاش بترجع في الوقت الغير صحيح ده هوضحه لك الوقت الصحيح انت فيه خلال التوقعات الاسبوعية سواء الاسبوع الثالث او الاسبوع الرابع لان انت عندك يوم يعني فيه ايام فيه ايام زي مثلا يوم واحد وعشرين يوم اثنين وعشرين حلوين بالنسبة لك جدا جدا انت يعني تتاخذ فيهم خطوة مثلا للمصالحات لكن فيه ايام صعب جدا صعب جدا لو انت خدت فيهم مصالحات ممكن اقولك ان يحصل فيه خلافه كبير جدا جدا ورد انتقام مش انتقادية طيب بالنسبة كمان لحاجة تانية خلي بالك كتير من النصب النصب اللي ليه علاقة بايه اللي ليه علاقة بيه ان حد ياخد منك فلوس بدون عقود لان فكرة ابو عشم العشم العشم ما تخليش ان العشم يغدج حتى لو كان ميا خلي بالكم كتير من النقطة دي ده بالنسبة لان انت عندك عقود كتيرة وعندك تعاملات مالية وعندك كل ده موجود جدا على فكرة فاذا هتخلي بالك كتير من العشم والنصب يعني ده بالنسبة لبرج السرطار خلينا في التوقعات الاسبوعين وام نتكلم بشكل تفصيلي اكتر واشكركم جدا بتمنى اني اكون في التوقع ما تنسوش اللايك وشيلوا اشراك في قناة تفعيل الجرس سلام